فنعيم الجنة لا يفنى ولا يُعدم ولا ينقطع ولا لحظة ولا ينقص أبداً لا من جهة ذاته ولا من جهة التنعم به انتبهوا يا إخوة الإنسان إذا أوتي نعيماً في الدنيا فإنه لا بد أن ينقص إما أن ينقص بذاته وإما أن ينقص بشعور الإنسان فإن الإنسان إذا اعتاد على النعمة في الدنيا يملها وذلك قد تجد أنت ترى نعمة تتمناها فيجلس معك آخر قد ملها ويراها لا شيء أما النعيم في الجنة فلا ينقص بذاته ولا يمل بل كل ما رزق العبد النعيم ظن أنه لأول مرة ويشبه ما سبقه في كل شيء كل نعيم الجنة إذا أتي الإنسان به هو مشابه لما سبقه من جنسه لكن المتنعم به يظنه لأول مرة لا يمله أبدا يتجدد التنعم به بتجدده نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأقاربنا وأحبابنا من أهل الجنة ومدام ذلك كذلك فإن قلوب أهل الجنة مطمئنة لا تخاف نقص النعيم ولا تخاف ذهاب النعيم ولا تخاف أن تذهب عن النعيم دائما نعيم الدنيا منقص نعيم الدنيا منقص لأن الإنسان إما أن يخاف أن يذهب عنه هو يذهب عن النعيم وإما أن يخاف أن يذهب النعيم عنه وإما أن يخاف أن يمله وإما أن يخاف أن ينقص فقلبه ليس مطمئنا أما قلوب أهل الجنة فهي مطمئنة